الحمدل منزلي دناء والدائي ومنزلي صفائي والدوائي الحمدل منزلي دناء والدائي ومنزلي صفائي والدوائي من عمر عبادة بالدعاي ليلفومه عن البلائي سمع على من عيش مسسا مرد يبرد بلا رجل وفاز بالخلق محمد تبيبنا الحكيم أسكى سلامي ربنا الكريم 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 سمع بيوم لرمدان العصمين يلاو يا رحمان يا لديم يا بر يا كريم يا حسيم أسكى سلامي ربنا كريم أسكى سلامي ربنا كريم ما كان ما نخاه من شر نخم وأملنا الآب والمزايا وقفنا الآبات والرزايا وأملنا حرس على التعادي وقفنا الأسل في الأوقات يا بر يا لديك يا معافي يا عبد الأول على يا زادي عن زباد مكان الداري ولا تواننا من التلائم وعنزل المقوى مكان الدوري وعنزل الخير مكان الشري وعنزل الحلم مكان الجاري وعنزل الجود مكان الدوري وعنزل العلام مكان الفقير وعنزل سكر مكان الكبير وزي جميع المجرمين حاجلا ثم فيهم غرفا وأزنا عاجلا وعنزل الله وبحق ما بينك وبين الله وبحق ما بينك وبين رسول الله يا الشيخ أحمد بنبا جازك الله عن الإسلام خيرا قضيت حياتك في قدمة دين الله وقاسيت كل ما قاسيت في سبيل ابتغاء ردوان الله وخدمة رسول الله يا عبد الله يا خديم رسول الله يا عبد الله يا خديم رسول الله توسلنا بك إلى الله لينظر إلينا نظر الرحمة والإنعام والهبة يا الله يا الله سُبْحَانَهَا رَبِّكَا رَبِّهُ عِزَّةِ عَمْتِ وَعَيَظُونَ والحَمْدلِلّهِ رَبِّهُ عَمْدُ اللَّهِ... أَحَادًا عَشَرًا я Toda لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولذلك أنا في السعادة اليوم إن تقول في المدينة ألهمني الله بيتا اكتبوا هذا البيت إن شئتم قصرنا أرض أحمد بنبا طوبا نريد رضا المهائمين بالسعادة حتى أبطل قلبنا سيحفظون كل أبطل إن شاء قصرنا أرض أحمد بنبا طوبا هنا ملاحظة كبيرة أحمد بنبا طوبا فيه سيرو قصرنا أرض أحمد بنبا طوبا إذن طوبا بدل من أرض قصرنا أرض أحمد بنبا طوبا نريد غضا المهائمين نحن ما جينا هنا إلا لطلبة الله نحن ما جينا لأجل أحمد بنبا نحن جينا لطلب الله بواسطة لأحمد بنبا هذا هو وهو يعرف هذا أنا منذ قصرته هنا هو يعرف نظه الله عن الخدمة الكبيرة التي قام بها عن الخدمة الجي أحمد بنبا هكذا وكذلك نجزي المحسنين انظروا كيف جازه الله البلاد كل الأحمد الطريق أحمد لماذا؟ لأنه جاهد وضحى بنفسه في سبيل الله أعطي منك بركة إيمان وماذا إيمان أعطي منك بركة هيا أحمد بنبا أحمد بنبا هيا أحمد بنبا أخبرنا في سبيل الله وماذا حدث لا تفكر أعطي منك يا جينا أعطي منك يا جينا أحمد بنبا من إبتسالة المبادية بنابية محمد عليه وآله الصلاة والسلام الاتصال الروحي يخاطبه النبي ويقول كن عبداً لله وكن خديماً لي يا عمد بابا كن عبداً لله وكن خديماً لي منذ ذلك اليوم لا يسمع نفسه عمد بابا بل يقول خديماً أنا أريد أن أجعلهم ينتفقون ويعملوا اعملوا كما عمل هؤلاء أي بباركة مغلصين قم أحمد بابا بباركة لا نواجين إلا أن أخذ الدروسة إن الله لا يضيع أجر الغرسلين أحمد بابا عمل انظروا كيف جازه الله ولا بعد موتين لعله في حياته لا يحتاج إلى هذه المفاقين إلا أنظروا كيف جازه الله بمدينة بل بكدوة بسنغال كلها بل بالأبي في جاة العلم أحمد بابا يدرسوا حياته حتى في إسكور عندنا مؤلفة كثيرة الحمد لله أنا أريد من إخواني أن يعملوا أو كبباركة أبدا أن تعلقنا لا تدرسوا حتى تأتي أو بالباركة وإنهم أبدالهم لا تدرسوا وإنهم أبدالهم لا تدرسوا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى زواج من هنا إلى خدد لكن لما تنسس الجوال وإنهم أبدالهم لا تدرسوا يعني كان الله لي وكنت لله يعني قضيت حياتي في خدمة الله فقام بكل ما أحتاجه ليه وكنت له أنا أيضا كنت لله كان لي وكنت له كان لي وكنت له كان لي الله وكنت لله هل جزاو إحسان إلا للإسان أحسنتوا فأحسن الله هذا هو المراد بالبيت أحسنتوا فأحسن إليهم وليله به السكنتو يعني سرط ساكنا أن مطمئن القلب ألا بذكر الله يتطمئن القلوب بسبب الله بسبب ذكر الله بسبب عبارة الله بسبب التضحية في الحياة كلها في سبيل الله قال في معضع آخر كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب أري أعلم كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا رأيب فيه الله بأكم هذا الكتاب الله بفضل. لا مدى التشرع هذا. اه. هوين الموتية؟ اه. اه. احسان لفيه. اه. 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 بكل المجلمين ولا جميعا نؤذمين ترى لما أقلا فننفى ذرى بكل الله وبرسول الله صحيح خلال الانتصال الروحي خلال الانتصال الروحي قال له النبي يا أحمد بانبا كن عبدا لله وكن عبدا خديما لي كن عبدا لله وكن خديما لي فقضى حياته في العبودية لله وخدمة رسول الله مملوء القلب بحب النبي وبحب رسول الله ولأجل هذا الحب الذي في قلبه نحن أحببناه وجئنا لسيارته وإن دخولي في المدينة أنشأت بيثا واحدا قلت قصدنا أرضا أحمد بانبا نريد رضا المؤيمين بالزيارة فإذا نرحب بكم في صحن جامعة تورا لانشاء حبيب ونلأ أكبر مراكمكم ونأخبر لكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا نصبت في إخوانكم الحمد لله هذا خير نعم شعرنا بذلك إخوانكم قابلونا بكل حفا ومطيفي موجودون أين هو؟ ومطيفي ثاني أين هو؟ هذا هو مطيف الأول الذي كان سببا ومن ثم إسماء حفا بإسماء حفا وإحصالنا إلى الإله الملاد حسنا جدًا لعيوة إمام أنزلناكم في محاجة قبولنا إمام المسجد الشيخ عمد بانبا الحمد لله بسم الله الحقيقة أن كلمة بامبا لا يستنبط منها كلمة حميم لا بل يستنبط منها ما هو أعظم من حميم ليس حميم إذا الخروجي قلنا حميم لكن في الوقت الحقيقة فيه ما هو أعظم من ذلك هنا ما رأيت البيعر مكتوبنا على البيعر لا إله إلا الله محمد رسول الله سترونك أن كلمة بامبا ستعطينا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الآن كلمة بامبا نستنبط منها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أحسنت لا أريد إلاها الأولاد كلهم يعرفون أنني أريد السؤال أحسنت كيف أحسنت انظروا بامبا با سلاثة ميم تسعون با سلاثة لم أقول با با سدان ولكن با اسم الحرف با سلاثة ميم تسعون با سلاثة يسابي ستة وتسعين ستة وتسعين إلا ستة وتسعين سر من آدم الأسرار أما حاميم لا تركنا هذا انظروا لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا ملاحظة لا إله إلا الله محمد رسول الله انتبهوا لا إله إلا الله محمد رسول الله الله محمد لا إله إلا الله محمد ثم تقول رسول الله انظروا الوصال الوصال بين الله ومحمد سر دقيق جدا في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها الله محمد متصلين لماذا الاتصال أعيد أم لا لا إله إلا الله محمد رسول الله الله مع محمد انظروا الله محمد انظروا الاتصال بين هو والميم لا إله إلا الله محمد إذا قلنا ها يساوي كم؟ ستة ستة لا ها سبعة لكن قلنا ها ستة ليس كذلك؟ او محمد رسول اللهорот مهم ها لكم؟ كلمته باباة تعطينا الله ومحمد مهم وعاون فيه ما فيه لا شك أمثلوا الاتصال لا إله إلا الله وأحمد أحمد بامبا نحن قرعنا الله كان لأحمد أليس كذلك؟ أحمد كان لله والله كان له أليس كذلك؟ كيف كان الله له؟ أنا استنبطت هذا من اسمه أحمد بامبا أحمد اسم ولكن إذا جعلته فعلا حميدا يا أحمد أنا أحمد أحمد بامبا هناك من يحمد أحمد بامبا هناك من يحمد بامبا هناك من يحمد بامبا هل هو الله أو رسول الله هو يقول هو كان لله وكان الله له كيف كان الله له؟ الله يحمده الله يحمد بامبا أحمد بامبا أنا أحمد بامبا أحمده انتبه جيد لده فضلك وفضلك أشكر أنه فضلك والوحيد من الجيده هل هذا هو الله أو محمد؟ أفضل أحباء الله يحمد بامبه ومحمد يحمد بامبه وبامبه يحمد الله ويخدم الله أنت تسأل عن التصوّف التصوّف يركز على الجانب الباطني في الأدمي التصوّف لا يركز على الظاهر إنما يركز على الجانب الباطني ما هو باطن الإنسان؟ ما هو باطن الإنسان؟ يروج من دولم بعض الإنسان أولا هو روحه ولذلك نقول التربية الروحية لكن في هذا نقدم وفيه نظر لأن التصوّف لا يعتمد على الروح التصوّف يعتمد على القلب والنفس وظيفة الروحي الأساسية إيطاء الحياة للجسم فقط هذه هي وظيفة أما أن تعمل خيرا أو تعمل شرا فالروح ليس مسؤولا عن هذا ليس من وظيفة الروحي أن تعمل خيرا أو تعمل شرا لا وظيفته إيطاء الحياة تتحرك هذه وظيفة الأساسية للروحي إيطاء الحياة أما التصوّف مسؤول عن التذكية قد أفلح من تذكّها قد أفلح من زكّها من المسؤول عن التذكية؟ القلب والنفس للروح الروح غير مسؤول عن التذكية المسؤول عن التذكية القلب والنفس ما هو الفرق بين النفس والقلب هنا شيء إذن إذن القلب هو الأساس سير القلب إلى الله هذا هو التصور كيف تسير القلب إلى الله كيف القلب لا يسير أبدا إلا بعد التزكية أبدا القلب لا يسير إلى الله إلا بعد التزكية التزكية هو تطهير القلب من الذنوب ومن المعاصي ومن كل الأسباب التي تسبب طردك الأسباب التي يجعل الله يطردك أنت لا أقبل أن تأتي اذهب اطرد كما كان الشيطان مضرودا رجيما مضرودا كل ما يسبب طردك أن تتجنب كل هذا هذا التزكية أن تزكية نفسك وتطهير قلبك إن شاء تقول تزكية النفس وإن شاء تقول تزكية القلب ولكن تزكية الروح لا 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 هنا ملاحظة إذن نزكي النفس كيف نزكي النفس لماذا نزكي النفس لماذا نزكي النفس ما هو مثال النفس مذال النفس نزكي نفسك في المرآة الضوء إذن النور الضوء سر الله الألاقة بين الله وبين عباده النور فقط أما ذات الله أبدا ذات الله لا تعرف ولا تعلم أبدا ولكن الألاقة بين الله وبين الخلق النور في الهديث إن الله خلق الخلق في ظلم أو خلق خلقه في ظلم ثم ألقى عليهم من ألقى عليهم من نوره إذن النور الألاقة الأساسية بين الذات الإلهية وبين الخلق هذا فيه ما فيه إذن النور 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 أنظر أنت إذا وجهت المصباح اليدوية إلى داخل الكنيفة المرحاض داخل الكنيفة المصباح ترسل ترسل إلى داخل الكنيفة أنت ترى الضوء سيقعه على البواز تراه يضوء ولكن لا يختيط به أنت ترفعه وتوجه إلى أنفك لا تحيص بالرعية وتفتعه فما كان وتوجه ليس فيه ضرر لماذا؟ مع أن الضوء وقع على البراز لماذا لم يختلط لماذا؟ لماذا لم يختلط أنت إذا جعلت المثال هو المداد كما يفعل البادو المداد إذا وضعته في البراز يختلط به أفضل المثال أفضل الأمثلة على الإطلاق النور للمداد الله من الله نفسه هو ضرب المثل بالنور لا بغيره يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره لم يقل مثل ذاته انتبهوا المثال مثل نوره المثال كله للنور لا للذات الإلهية لكن النور هو الله ولكن ليس هو ذات الله النور هو الله وليس هو ذات الله كما أن النور الظاهر في المرآة هو نور ولكن ليس هو ذات النور أنت إذا أو قص مرآة هنا مرآة هنا مرآة هنا مرآة هنا هذا الضوء سيظهر في كل مرآة. إذن هذا الضوء الذي في المرآة هو هذا الضوء أم لا؟ نعم هو هذا الضوء. ولكن في الحقيقة ليس هو الضوء. هذا الضوء. لأن هذا الضوء واحد فقط. أما الضوء الموجود في المرايا أضواء كثيرة. هناك فرق بين كلمة الله وبين ذات الله. هناك فرق بين كلمة الله وبين ذات الله. ولذلك نقول النور نور الله هو الله ولكن لا نقول هو ذات الله. فلننتبه. وكذلك الصفات كلها الرحمة يا حي يا قيوم برحمتك لم يقل بالرحمن. توسل بالرحمة لا بالاسم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. الرحمة ها الرحمن الصفة هي الله. لكن هي ليس هي ذات الله. كما أنت ترى إنسان في في تلفزيون تلفزيون الذي في التلفزيون هو أنت. لكن في الحقيقة ليس هو أنت. الذي في التلفزيون ليس هو ذاتك. ولكن الذي في التلفزيون هو أنت. لكن الذي في التلفزيون ليس هو ذاتك. لكن أنت الذي في التلفزيون. الناس يقولون البريحة رأينا شيخا في التلفزيون. أهل بمكو وأهل سيغسو وأهل توبا هنا. كلهم يقولون رأيناك. هم صدقوا ولكن لم يصدقوا. رأوك لكن لم يروا ذاتك. إذن النور هو الله. الصفات هي الله ولكن ليست هي ذات الله. أظن واضح؟ هذا واضح. إذن التصوف يعتمد على معرفة أنت تعبد الله. ماذا تعرف في الله؟ أتظن أن هذا الوجه الله كمذل هذا. هذا كفر. لا لا لا. من ظن أن وجه الله كوجه الإنسان فهو قد كفر. لماذا؟ لأنه مثل. إذا أهم شيء في التصوف معرفة الله. من هو الله؟ هل الله نور؟ ما منى الرحمن على الأرش يستوى؟ أتظن أنه جالس على الكرسي؟ هذا نأوذ بالله. مصيبة؟ مصيبة. إذن لابد أن نعرف الله. إذا قيل كل شيء هالك إلا وجهه. كيف تفسر هذا؟ من قال لله مذل وجه؟ إذن هذا يعني أن وجه الله هو الذي يسلم من الحلاك لكن له يد بل يده. مبسوطة. إذن اليد تكون هالكة؟ أنت قلت الله كل شيء هالك إلا وجه له يد؟ لماذا لم تقول كل شيء هالك إلا وجه ويده؟ إذن ليس لله ليس لله يدونك أيدينا. وجه الله هنا يقول العلماء له تفسيران فقط. كل شيء هالك إلا ذات الله أو كل شيء هالك إلا الله. معنا؟ كل شيء هالك إلا وجه. المذكور هو الوجه ولكن التفسير هو الذات أو الله. تقول كل شيء هالك إلا الله أو كل شيء هالك إلا ذات الله. انتهى. وافقنا الله. إذن هذا هو التصوف. التصوف يركز على ثلاثة أمور. أنت الذي تعبد الله لابد أن تعرف الصفات التي يجب أن تتوفر فيك وأن تتصف بها. هذه الصفات نسميها صفات العبودية. صفات العبودية. الناقصة المتدنسة. تعرف بذنوبك أمام الله. حتى يونس إنما يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني. ألا ترى. تعترف بعيوبك أمام الله. وتعطي الدلالة والكمال والعظمة كلها لله. أين يد الله. التصوف يعتمد على أن تعرف نفسك والصفات التي يجب أن تتصف بها أولا. ثم أن تعرف الله من هو الله. إذا سألك أولادك في البيت من هو الله. تقول لهم الله كذلك. هل تستطيع أن تمكت ولو خمسة دقيقة تتكلم الله. أجل سألك لا تعرف الله. الأحسن أن تمكت ساعة كاملة تذكر الله لأولادك. الله كذا وكذا. هذه صفاته. الله متصف بكذا. أيضا لا يتصوي بأضادها. ألا تبدى أن تعرف الله بما وصف به نفسه في كتابه. مثلا في سورة الفاتحة. وصف نفسه بالله الرحمن الرحيم رب العالمين ملك يوم الدين. وفي سورة يقول هو الله. وصف نفسه يقول هو. ولا ترى. الله أحد. الله الصمد. لماذا الله مرتين. هو الله أحد. الله صمد. لماذا مرتين. لا بد أن نرى كل هذا. إذن في سورة. أقول في آية الكرسي. يصيب نفسه بأربع صفات أو خمس صفات. خمس صفات. الله هذا الاسم. لا إله إلا هو الحي. صفات. القيوم. ما معنى كله. لا بد أن تعرف معنى هذه الأمور. الله يصف نفسه لنا. إن كنتم لا تعرفونني يا عبادي. فاستمعوا إلي لأصف نفسي لكم. في آية الكرسي. أصف نفسي لكم يا عبادي. في الفاتحة ذكرت لكم. وصفت نفسي لهم. في لو أنزلنا. وصفت نفسي بما هو أكثر من خمسة عشر صفات. سورة الله وانزلنا. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك. القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. ما معنى هذا. الله يريد أن يخبرنا. إن كنتم لا تعرفونني. فاستمعوا إلي أنا أتكلم على نفسي. وأصف نفسي بصفات. هي هذه الصفات. لابد أن نتعرف معنا كل واحد. نقول الله هي كحياتنا. لا لا لا. الحي معناه الحياة الإلهية التي تخالف حياة غيره. نهن حياتنا تعتمد على الروح. الله حياته أولية أزلية لا تعتمد على الروح. وحياة الله أبدية لا تنتهي. نهن حياتنا تنتهي. نهن حياتنا مبدوء لها بداية وسنتهي. وتعتمد على الروح. أما حياة الله فلا بداية لها هو الأول ولا نهاية لها هو الأخذ. لآخره. هذا هو. الثاني. الثاني أصف الأسالس. أن تعرف نفسك وتعرف ربك وتعرف الوسيلة. الوسيلة. ما هي الوسيلة التي تتخذها لتوصلك إلى الله. أعظم هذه الوسائل على الإطلاق كل. أعظمها كلا اسم الله. تمسك باسم الله. اسم الله لا يوصلك إلا إلى الله. ولذلك كل سورة في القرآن بسم الله بسم الله بسم الله. لم يقول بالله. لا. لا تتوجه إلى الله إلا عن طريق اسمه. أنت تتمسك بالاسم ليوصلك الاسم إلى المسمى. وتتمسك بالصفات لتوصلك الصفات إلى الموسوف. الصفات الموسوف. الاسم المسمى. هذا ترى اسم. الاسم هو الله. لكن هو ليسه ذات الله. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الاسم هو الله؟ أن الله ترى يقول سبيه اسم ربك. التسبيح لا يكون إلا لله. لم يقول سبيه الله. سبيه اسم ربك. التسبيح لا يكون إلا لله. هذا الدليل في القرآن. إذن يجب علينا أن نعرف الوسيلة الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة ثلاثة أمور أنت العابد ما هي صفاتك الذي تعبده ما هو صفاته ما هي صفاته الوسيلة التي تتخذ إلى الله ما هي كم الوسائل الوسائل كثيرة أسماء الله صفات الله كلمات الله أفضل الله من أسماء الله أيها الله أعظمه الله الرحمن رب العالمين وسيلة إلى الله ولا ترى وهناك صفات الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه الكلمة فيها وسيلة سريعة هذه الكلمة أخرج يونس من بطن الخرط ومن الحبس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لكن هناك التهليل والتسبيع لكن الله لم يقل فلولا أن كان من المسبحين لم يقل فلولا أن كان من المهللين هو قال لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت هذا هو التوهيد لكن الله لم يقل هذا قال فلولا كان من المسبحين للبت ببطنه إلى يمجح إذن التسبيح سر الله الإنسان في حاجة إلى التسبيح دائما وذلك نحن نقول سبحان الله وبحمده أرد خلقه وربعنا للآخرة ويا جميع المعنسين زاهدين ويا الجميع زاهدين النازمين وجل جميع الناسين صادقين وجل جميع صادقين فائزين وعقل الآياتنا بالخمة للمسلمين عبدا ورحما وجلهم من هدى وخيرا وقفهم من أعزم وديرا وقفهم من أعزم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة